موسيقى خطة صهيونية لتطهير غزة عرقيا هل يبرر وعداء البعض لإيران التخلي عن الأقصى وفلسطين اختراع شعب لإبادة شعب آخر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا تقرير مسرب نشرته المجلة الثقافية الإسرائيلية ميكوميت يوم الثامن والعشرين من أكتوبر تشرين الأول نشرت وثيقة مسربة صادرة عن وزارة المخابرات الإسرائيلية اسمحوا لي من أذكر الإسرائيلية جاء أنقل بالنص هي للكيان الصهيوني اللقيط توصي هذه الوثيقة باحتلال غزة ونقل سكانها البالغ عددهم كما يوصف هنا اثنين وثلاثة بالعشر مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية وتحدد هذه الوثيقة الصادرة في 13 أكتوبر تشرين الأول خطة لنقل جميع سكان غزة إلى شمال سيناء كخيار مفضل من بين ثلاثة بدائل فيما يتعلق بمستقبل الفلسطينيين في غزة في نهاية الحرب الحالية بين هذا الكيان الصهيوني وحماس يعني هم دائما يحصرون الحرب يقولون الحرب بين حماس وإسرائيل لكن طبعا هي الحرب بين الشعب الفلسطيني التي تجري حاليا وهذا الكيان الصهيوني ومن خلف هذا الشعب الفلسطيني من يدعمه من محور المقاومة وتوصي هذه الوثيقة إسرائيل بإجلاء سكان غزة إلى سيناء خلال الحرب وإنشاء مدن خيام ومدن جديدة يعني للاجئين في شمال سيناء لاستيعاب السكان المرحلين ثم إنشاء منطقة أمنية مغلقة تمتد عدة كيلومترات داخل مصر ولن يسمح للفلسطينيين المرحلين بالعودة إلى أي منطقة قريبة من الحدود بين قوسين الإسرائيلية هذا التقرير الذي تنشره هذه المجلة في الكيان الصهيوني تقول إن وجود هذه الوثيقة لا يعني بالضرورة أن توصياتها يتم تنفيذها يعني هل فعلا يستطيعون أن ينفذوا هكذا وثيقة من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يقول وزارة الاستخبارات التي ترأسها جيلة غمل إيل غمل إيل يسنها هكذا من حزب الليكود يعني الكتلة الحاكمة الحزب الحاكم هذه الوزارة لا تسيطر على أي من وكالات الاستخبارات الإسرائيلية لكنها تقوم بشكل مستقل بإعداد الدراسات وأوراق السياسة والتي يتم توزيعها للنظر فيها من قبل الحكومة وأجهزتها الأمنية لكن من تجي وتشوف تصريحات المسؤولين في هذا الكيان قبل وبعد السابع من أكتوبر فتتأكد بأن هذه الوثيقة المؤلفة من عشر صفحات صحيحة ولكن لم يكن من المفترض كما يقولون هم يعني الصهاينة أن تصل إلى وسائل الإعلام أحد النشطاء اليمينيين في هذه يعني في الكيان الصهيوني يقول أنه تم تسريب هذه الوثيقة من قبل أعضاء الليكود أنفسهم وكان هذا التسريب هو محاولة لمعرفة ما إذا كان الجمهور في داخل الكيان الصهيوني ويقول في إسرائيل مستعدا لقبول أفكار النقل من غزة مثل قضية استخدام أو إسقاط قنبلة ذرية على غزة هذا الكلام الذي أطلقه وزير التراث يعني وزير له علاقة بالتراث والثقافة يتحدث عن إسقاط قنبلة نووية على سكان غزة هو أيضا حتى لو تشوف أنت المسرحية كما تقول الصحف في هذا الكيان الصهيوني المسرحية اللي قالوا والله أنه زعل رئيس الوزراء النتنياهو وعلق حضوره في اجتماعات الحكومة يوم الصحافة الصهيونية العبرية تقول هذا التعليق هل هو صحيح أم غير صحيح لأنه الاجتماعات لا تنشر على وسائل الإعلام خصوصا الحكومة الأمنية المصغرة وبالنتيجة هناك ارتباط ويقولون أيضا دعنا ننتظر بعد أيام وسنجد أنه عاد إلى الحكومة حتى لو لم يكن يعود إلى الحكومة فإن ما جرى هو بالفعل محاولة لجس النبضي لمعرفة شنو ردود الأفعال لأن هذا لأول مرة يجري أن هذا الكيان الصهيوني اللقيط يتحدث علانية يتحدث علانية عن امتلاكه أسلحة نووية وذرية خصوصا وأنه يغلق أبواب منشآته النووية في ديمونة تحديدا بوجه مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم يوقع على معاهدة الحد من الانتشار النووي هنا يطرح الخبراء والمعنيون ومن لهم صلة بموضوع السلاح النووي هذا السؤال أين ومتى تم اختبار القنبلة النووية الإسرائيلية بالمزدوجين لأنه عندما تمتلك هذه الدولة اللقيطة السلاح النووي يفترض أنها يعني إذا كانت هي مصنعة لهذا السلاح يفترض أنها تكون قد أجرت هذه الاختبارات في أماكن معينة لم يسجل حتى الآن أنها أجرت مثل هذه الاختبارات في فلسطين على سبيل المثال في صحراء النقب على سبيل المثال لها لا تأتي المتحدثة باسم الحكومة في روسيا الاتحادية السيدة زخاروفا وتقول بأن الانطباع السائد والمؤكد من خلال المعلومات التي تمتلكها أجهزة المخابرات في روسيا الاتحادية أنه تم إجراء هذه الاختبارات النووية في الولايات المتحدة الأمريكية يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي الشريك في هذا الأمر وهذا يبرر أيضا عدم قبول الكيان الصهيوني باستمرار لنظرية أن يصبح الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي دائما تطرح مثل هذه الأفكار أنه يجب أن تصبح هذه المنطقة خالية من السلاح النووي والكيان الصهيوني يحترث ليش يحترث إذا هو ما عنده سلاح نووي هسا التقارير الأمريكية الرسمية بالمناسبة أحبائي تتحدث عن امتلاك هذا الكيان 200 رئيس نووي على الأقل لكن بما أنه المصانع جارية وشغالة هي التجربة الأولى فقط فيما يتعلق بالسلاح النووي والبقية تيجي هي المصانع تقوم بعملية الانتاج الواسع هسا هذه النقطة يعني التهديد أو العمل الجاري تشوفون من خلال المجازر على تهجير سكان غزة إلى شبه القار شبه صحراء سيناء أيضا تسربت معلومات إذا تذكرون في البداية في بدايات 7 أكتوبر أن القيادة المصرية حصلت على معلومات عن نية حركة المقاومة الإسلامية للقيام بعمل نوعي ما في غلاف غزة لكن الكيان الصهيوني لم يعر بالا لهذه النصائح طبعا يجوا المصريين أنتو تشوفون بشكل عام أنا أقصد المصريين على القيادة المصرية الحكومة المصرية والرسميين والمطبلون أو أقصد المطبلين يحاولون أن ينفوا مثل هذه الرواية وأيضا يحاولون أن يقفوا أمام فكرة نقل سكان غزة إلى صحراء سيناء هذا ترك جانبا لكن في نفس الوقت حتى هذا الفيلق الذي يسمى بالفيلق 414 هذا فيلق إن شاء الله نفرض عنه محور خاص في الأيام المقبلة بإذن الله هذا فيلق مهمة الوحيدة مهمة الوحيدة مراقبة غزة بائم مهمة الوحيدة وتعال شوف أنت الموقع الرسمي الموقع الرسمي لما يسمى بجيش الدفاع الإسرائيلي سووا برامج كثيرة ولقاءات كثيرة وتقارير كثيرة عن الكتيبة التي تعرف غزة مثل ظهر يديها يقول شون يعرف كفيدك هذه الكتيبة تعرف غزة لكن هذه الكتيبة أو هذا الفيلق اللي هو متكون من وحدات قتالية واستخبارية ومعلوماتية ووحدات كثيرة كثيرة يعني إن شاء الله نتحدث عنها بالتفصيل في الأيام المقبلة فشلت في مهمة أن تعرف ماذا يخطط الغزاويون ما لا تخطط المقاومة الفلسطينية فيما يتعلق بالعملية التي جرت في السابع من أكتوبر فمثلا يجون يعني الموقع الرسمي أنا أنقل لك من الموقع الرسمي يجي يعمل المقابلات مع قادة هذا الفيلق أو هذه الكتيبة 414 ويعني يحاول يضخمها ويكبرها قبل لا تكون أن تنفذ عملية السابع من أكتوبر يقول الفارق الأساسي بين فيلق حماية الحدود والقوات الأخرى هو أن جمع المقاتلين والمراقبين انتبه المراقبين يظلون ثابتين في القطاع ولا يتنقلون من مكان إلى آخر أثناء خدمتهم حتى تكون لديهم خبرة تراكمية لكن في نفس الوقت هؤلاء فشلوا في هذه المهمة فشلوا فشل الذريعا وهذا باعتراف أجهزتهم الاستخبارية فإذن هل هم سينجحون في مهمة تطهير غزة عرقيا وهي جريمة حرب على فكرة هذا الموضوع موضوع تطهير غزة عرقيا هذا أشار له أيضا النتنياهو عندما تحدث عن نبوءة أشعية النبي أشعية وكل ما يتعلق بهذا الموضوع في الأطماع الصهيونية التوراتية التي تمتد إلى ما بعد غزة مو مز غزة لأني تشمل مصر مصر مو مز صحراء نساء سيناء لا أجزاء كبيرة من مصر وتشمل الأردن وتشمل العراق وكرر وتشمل العراق في هذا الواقع علينا أيضا أن نتحدث عن هذه الأطماع قريبا إن شاء الله في لقاءات مقبلة بس أنا أريد أن أشير قبل أن أختم أحبائي لأنه التصادف أو ترافق حصل حدث مهم خلال الأيام القليلة الماضية أولا قلت لكم ما يتعلق بإلقاء القنبلة الذرية وهذه الخطة الصهيونية لتطهير غزة لكن حصل هناك أمر مهم في غاية الأهمية وهو أن روسيا انسحبت رسميا من معاهدة القوات التقليدية في أوروبا الأمر الذي دفع النيتو أيضا إلى تعليق مشاركته في هذه المعاهدة معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا لعام 1990 التي جرت توقيع عليها بعد عام من سقوط جدار برلين وضعت قيودا يمكن التحقق منها على فئات المعدات العسكرية التقليدية التي يمكن لحلفاء النيتو ووارسو وارسو آنذاك يعني الكتلة الشرقية نشرها وكانت المعاهدة تهدف لمنع أي من طرفي الحرب الباردة من حجد قوات لشني هجوم سريع ضد الطرف الآخر في أوروبا السؤال ماذا يعني انسحاب موسكو رسميا من هذه المعاهدة هل نحن مقبلون على تطورات خطيرة ابقوا معنا هل يبرر عداء البعض لإيران التخلي عن الأقصى وفلسطين إذا لا نريد أن ننطلق من نظرية المؤامرة ولا نريد أن نسجل أو نثبت أو نؤكد المعلومات التي تأكدت من قبل صانعي القرار أنفسهم فيما يتعلق بتواطئ بعض الدول العربية أقول لا أقول كل الدول العربية من باب أن نكون دقيقين يعني الدول العربية المطبعة على الأقل الأنظمة أتحدث هنا عن الأنظمة المطبعة مع هذا الكيان الصهيوني وتواطئهم مع هذا الكيان في المجازر التي تجري في غزة وفي كل هذه الخطة حتى خطة تطهير غزة عرقيا مثل ما قلت لكم قبل قليل في أن القيادة المصرية كانت قد أو هناك تعاون أمني بالمناسبة يعني هذا مو شيء غريب أبلغت القيادة الصهيونية عن أكو شيء ممكن أن يحصل قريبا من قبل حركة المقاومة التعاون الأمني أصلا تفرضه هي معاهدة كامب ديفيد يعني يفتخرون ونحن أيضا نفتخر بالجيش المصري الجيش المصري وما فعله الجيش المصري المقاتل المصري ما يعرف القرار السياسي والمؤدس السياسي وماذا يريد السياسي من أهداف بعد انتهاء الحرب المقاتل المصري سجل انتصارات باخرة وكبيرة في حرب رمضان حرب أكتوبر حرب أكتوبر لمس هاي أكتوبر اللي شهدناها في السابع من أكتوبر مع حركة المقاومة اللي هي صغيرة وخسر هذا الكيان أيضا المقاتل المصري الجيش المصري العظيم نحييه وننحني له إجلالا سجل انتصارات رائعة في أكتوبر عام 1973 لكن اتفاقية كام ديفيد التي أفضت بالنهاية إلى استعادة شبخ جزيرة سيناء ظاهريا هذه الاتفاقية ألزمت مصر بتعاون أمني مع الكيان الصهيوني في هذه الأماكن يعني حتى في مطلقة صحراء سيناء ونقاط معينة إذا أرادت مصر أن تنشر بعض قواتها تنشر قواتها كله بالتعاون والتنسيق مع الكيان الصهيوني أقول هذه الدول بغض النظر عن التقرير وحجينا سابقا بس من باب العادة مفيدة بس تذكير بسيط أن هناك أنظمة عربية وقعت اتفاقات كام ديفيد تمول هذه الحرب التي يشنها الكيان على غزة من خلال شراء الأسلحة من هذا الكيان وهذا تقرير وزارة الدفاع وكرر تقرير وزارة الدفاع يعني ما يسمى بوزارة الدفاع في الكيان الصهيوني وزارة الدفاع في الكيان الصهيوني وشفت خلال الأيام القليلة الماضية لا لهناك اعترافات رسمية من أمريكيين من إسرائيليين من مصريين من سعوديين من أردنيين بأن هناك تم اعتراض صواريخ قادمة من أنصار الله من العراق من المقاومة الإسلامية في العراق كانت متجهة إلى الكيان الصهيوني وبالمناسبة يعني من باب الطرفة المفيدة أنصار الله قبل أيام وجهوا صاروخا باتجاه إيلات هو أخطأ صار خطأ في التوجيه فسقط على بارجة حربية أمريكية في البحر الأحمر يعني أنصار الله حتى أخطأ أنصار الله تصين هذا من فضل الله فإذن نقول نترك هذه الدول هذا عداءها معروف لإيران لأنها وجهت البوصل وهذا كلام اشتغلوا عليه منذ العام 1979 بعيد انتصار الثورة الإسلامية حصل هناك عمل دؤوب جرى هذا العمل على قدم وساق لتوجيه بوصلة العداء من الكيان الصيوني إلى إيران بذرائع مختلفة وكلها كذب وأسسوا فيالق إعلامي ولا يزالون أنتم تعرفون هذا الإعلام العربي المعادي لإيران يفرخ يوميا واللاد واللاد قناة تولدوا قناة بالعربي وبالفارسي وبلغات أخرى بس التركيز على الفارسي حتى يركزون على الداخل الإيراني وبالعربي لكتحريك وتغيير وجهة نظر الرأي العام العربي للعداء لإيران بدلا من الكيان الصيوني جعل بس السؤال الذي يطرح نفسه يعني ليش ليش هذا العمل يجري هل أن الدول العربي أو الأنظمة العربية تنفيذ أوامر من قبل الكيان الصيوني التقارير أنا لاحظت خلال الفترة الماضية كتبها يعني عرب عرب وعندهم موقف حتى من إيران بالمناسبة بس كانوا منصفين يقول تمكنت واشنطن من استخدام ورقة الشيعة في العراق لتمزيق العراق ورقة الشيعة والسنة عن الطائفية وإشعال الفتنة الطائفية فيه في حين ربحت بين قوسيا إسرائيل هذا مصري دولة مطبعة مع الكيان الصيوني فيستخدم الصلاح إسرائيل ورقة اختفاء العراق كقوة إقليمية هذا الموضوع هذا هو موضوع مهم العراق مصر سوريا قبل قيام الثورة الإسلامية كان هناك هدف واضح وصريح أنه يجب هؤلاء أن يبتعدوا أن يتم تحييدهم تدميرهم أو تحييدهم مصر تم تحييد جيشها هذا العظيم في كام ديفيد وكام ديفيد قبل الثورة الإسلامية في إيران يعني سأي مبرر يعطوك يقولون يا بو والله إيران مزقت الصف العربي شو مزقت الصف العربي ودائما يكررون دائما يكررون هذه الأكذوب التي تقول إيران تحتل أربع عواصم عربية وهي مو بس أكذوب هذا كلام قاله النتنياهو في الكونغرس الأمريكي عام 2015 يمكن ألا سأتحقق 14 أو 15 ومكرر عدة مرات 15 هذا النتنياهو إيران تحتل أربع عواصم عربية باستمرار إجت إيران نفت خذوا النفي بطريقة مخطوئة وهم أرادوا أن يؤكدوا أن إيران تحتل أربعة عواصم عربية من اللي دمر سوريا من اللي دمر سوريا إيران دمر سوريا فهم لي من اللي من اللي قال الفريسة فلتت وبعرف شنو واذا نائب رئيس وزراء قطر السابق تاوش نبيانات نحن والسعوديين على الفريس فريسة يعتبروها سوريا لأسباب اقتصادية حتى هذا موضوع غزة فيه له علاقة بموضوع الغاز بالمناسبة هذا بعدين يجب أن نكشف النقاب عنه ايران بس اكتب ايران تحت ال اربع عواصم عربية راح تشوف انه هذا النتنياهو ايران اربع مارس 2015 ايران طهران تسيطر على اربع عواصم عربية بمارس يعني حتى قبل العدوان على اليمن بعده العدوان على اليمن مصر قالوا ايران مسيطرة على صنعاء وبيروت وبغداد ودمشق زين هل هذا يبرر ايضا انه انت تجي تتخلى عن فلسطين وتتخلى عن الاقصى والان تعالوا يعني تشوفوا في وسائل الاعلام العربية اندق على شنو محور العرب ومحور ايران ويطلعون بنتيجة انه والله محور العرب سكتوا لانهم يريدون سلام ما يريدون حروب ايران تريد حرب لكنها تخلت عن غزة وهذا شرحناه سابقا وقلنا لكم هذا من عمل الوحدة 8200 وبقية الوحدات الاستخبارية التابعة للكيان الصهوني التي تبث الفتن وتنشر الاكاذيب وتنشر الاكاذيب وهناك قنوات فضائية عربية وعراقية سواء تعرف او لا تعرف تنفذ هذا المشروع هس حاطيلك هسك لو تشوف بعض القنوات الفضائية العراقية مع كل الاسف المعركة صارت شنو مو غزة والكيان الصهوني مو فلسطين وهذه المجازر لا تعال قل لي ليش المقاومة العراقية تخرق السيادة العراقية والخطاب المزدوج واحنا راح ندمر واحنا راح نذباح واحنا هذا الخلع والخوف والفزع الذي يثيرونه في قلوب العراقيين الذين اثبتوا شعبا واقولها بكل جرأ وحكومة وحكومة انهم وقفوا مع هذا الشعب الفلسطيني المظلوم وقفة شريفة بصراحة اقول لكم لكن المثبتين وأولئك الذين يريدون تبقى هذه البوصلة العداء لإيران يا با اترك إيران اترك إيران إيران عندك موقف منه طائفي عنصري شتري طبعا له وصل بالحرب التي شنها النظام السابق صدام لإبعاد وتدمير الجيش الإيراني والعراقي وإبعاد عن مهمة الرئيسة في تحرير فلسطين إيران وضعت على رأس أولوياتها فلسطين حتى الإمام الخميني قبل أن بدأ ثورته في العام 1963 و64 وانتفاضة خرداد روح وشوفه بشعار أن هذا الشاه جعل إيران ساحة للكيان الصهيوني على حساب الشعب الفلسطين اترك إيران أنت بحجة السلام وهذا الآن جوزيب بوريل جوزيب بوريل المنسق السياسي الخارجية الالتحاد الأوروبي يقول التطبيع الذي جرى بين الكيان الصهيوني والدول العربية لم يأتي لنا بالسلام مبرركم السلام هذا التطبيع يعني الاعتراف حتى حل الدولتين ما عاد ممكن هذا ما سأتحدث عنه أيضا في المحور الثالث في موضوع اختراع شعب وإبادة شعب آخر يلا رأون رجولتكم وشهامتكم مثلا ما نقولكم حرروا فلسطين لا 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 هذا مو شغلكم هذا شرف لا يمكن أن يمنح لأولئك الذين خانوا الأمالة أوقفوا المجازر يلا اختراع شعب وإبادة شعب آخر أو اختراع شعب لإبادة شعب آخر طبعا اختراع شعب هذا كتاب أو اختراع قوم هكذا الاسم الدقيق كتاب وضعه مؤرخ من الكيان الصهيوني وضعه بالعبرية وتم ترجمته وترجمته إلى أكثر من 27 لغحية يعني في الوقت اللي هناك حضر شديد من المنظمات الصهيونية حتى على هذا الكاتب يعني هذا الكاتب أو هذا المؤرخ هو مؤرخ اسمه شلومو ساند بعضهم من الفضوذ زاند زاند هو س-A-L-S-A-N-D شلومو ساند ولده في العاشر من سبتمبر 1946 146 هو بروفيسور تاريخ إسرائيلي بن قوسيم بجامعة تل أبيب تل أبيب قلت لكم اسمها تل الربيع وهي يافا بس كان هناك حي صغير فيه بعض اليهود اسمها تل الربيع شوي شوي احتلوها وكملوها وخلاص صارت تل أبيب هو بروفيسور تاريخ ومؤلف كتاب اختراع الشعب اليهودي أو اختراع القومية اليهودية تتمحور أبحاثه التاريخية حول القومية وعملوا من كتابه وهم عمل أيضا بعض الأفلام الوثائقية وتركز على موضوع التاريخ الثقافي لفرنسا أيضا في فرنسا وألف كتاب هذا اختراعه أرض إسرائيل قوم إسرائيل شعب إسرائيل أرض إسرائيل كتاب آخر يعني اختراع الشعب اليهودي هذا كتاب اختراع أرض إسرائيل هذا كتاب آخر وكتاب كيف لم أعد يهوديا متخلى عن دينه لا لهنا يتحدث كله عن الأبحاث القومية بحث قومي وهو لا يزال في تل الربيع في الكيان الصهيوني وقبل أيام سووا لمقابل إحدى القنوات الفضائية وتحدث بصراحة يعني حتى قال دعم هنالك مضايقات كثيرة بس هذا الكيان الصهيوني يحاول أن يعطي انطباعا أنه دولة لبرالية غير دينية غير دينية لهذا لو تشوفون رئيس الكنيست في هذا الكيان الصهيوني هو شاذ جنسيا ومتزوج من رجل من ردون يقولون نحن مو دولة دينية من ردون يردون على الادعاءات أو المزاعم أو الاتهامات التي تقول أن هذا الكيان الصهيوني يريد أن يصبح دولة دينية بهوية واحدة لطرد الشعب الفلسطيني من فلسطين كل من الداخل داخل 48 ومن خارج غزة والظفة والقدس اللي بإيديهم فهو يتحدث وفق التاريخ بوقائعة تاريخية أنه لا يوجد شيء اسم شعب يهودي نعم أكون ديانة نحن نقول شريعة باعتبار الدين عند الله الإسلام وحتى يعني السيد موسى عليه السلام جاء بالإسلام كل إن الدين عند الله الإسلام بس الشريعة الأحكام هاي اللي سيسموها اليهودية يقول ما يكون شعب اسم الشعب يهودي الشعب اليهودي من قوميات مختلفة وهذا الشعب اليهودي وأنا هذا تحدثت لكم سابقا عنه بس هو سأتحدث من هنا على هذا المؤرخ اللي بين قوسيا الإسرائيلي لا يزال يحمل الجنسية الإسرائيلية والجوازي الإسرائيلي بس يقول هاي يعني هاي أكذوبة أنه إحنا شعب اسمنا شعب يهودي وبعد نسوونا شعب الله المختار لا لا يقول هذول اليهود هم جايين بقايا من دول وهذا تشوفون هسا بالمناسبة يعني حتى في وسائل الإعلامة وبالعربي هسا بنتحدث بعتبارة نحن نتحدث لكم بالعربي روحوا شوفوا هذول اللي يطلعون باللغة العربية يتحدثون جيب لي واحد من عندهم واحد من عندهم فلسطيني قبل 1948 فلسطيني كلهم هاجروا إلى فلسطين وأخذوا التأشير من فلسطين وبعضهم ولدوا صحيح يعني مثلا ولد في ذا بس كان رفيع يعني هاجر أبو وأمه وصاروا ضباط كبار وبالمناسبة أيضا أريد أن أكرر أقول هذه النقطة هؤلاء الذين تشوفوهم خبراء في الشؤون العربية ويتحدثون بعضهم لهجتهم العربية ممتازة أو مكسرة أو لا لهجة مصرية أو لهجة لبنانية أو لهجة عراقية جهزة الاستخبارات بشكل رسمي كلهم كلهم هسا هاي الوحدة اللي قلت لكم عنها الواحدة 414 الكتيبة الحدودية رحت دققت وشفت معظم هؤلاء أيضا من النساء الأعضاء مالتها قواتها ومقاتليها ومن يجون الإخوان في المقاومة ويأسرون هؤلاء فيطلع الإعلام الصهيون يقول والله أسروا نساء وأخذوا نساء أن كلهم قوات عسكرية قوات عسكرية حسنا أرجو من الأخ المخرج يضع بعض الصور اللي راح يعني على في الخلفية لها الكتيبة 414 مثال بسيط قرم عسكرية جنود جيش فأقول طبعا هذا الرجل حقيقة يعني يستحق التقدير لأنه لا يزال يقاوم من داخل هذا الكيان الصهيون يقول أنا بعدين اقتنعت بفكرة أنه حل الدولتين يعني صار أمر واقع من وجهة نظرة صار أمر واقع وأنه هذا الشعب الفلسطيني الذي يراد له أن يباد يجب أن يحظى بدولته المستقلة أن يحظى بدولته المستقلة لكن يقول بعدين بالتجارب لاحظت لا لا حتى هذا حل الدولتين ما عاد ممكنا يقول هذا الصراع ليس له حل الدولتين يقول لقد كان اعتراف الحكومات الغربية بحجم الموت والسلبي في غزة مصحوبا على نطاق واسع بإشارة إلى الحاجة إلى العودة إلى حل الدولتين لهذا الصراع الذي يسمونه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وجاء تشوفون في وسار إعلام حتى قاد السياسيين كبار حتى الرئيس الروسي حتى الرئيس الصيني يقولون إذن هذه القضية السابع من أكتوبر وما بعدها كما يقولون اللي هي معدة سلفا كما قلت لكم سابقا هذا الإبادة لتهجير الشعب الفلسطيني يقول بسبب أنه هؤلاء الفلسطينيين يجب أن يحصلوا على حقوقهم وحقوقهم تتلخص في أن يقام تقام لهم حل الدولتين يقول هذه مشاعر مريحة لكن هذا هو حل افتراضي ما عدت أؤمن به والكثيرين لا يعودون يؤمنون به الحل الصحيح الذي يقدمه هذا شلوم سند وأنثاله وعلى فكرة قبل ذلك الجمهورية الإسلامية طرحت في قبل في زمن الرئيس محمد خاتمي طرحت مشروعا ولا يزال قائما لحل القضية الفلسطينية بدون صراع بدون حروب وبدون قتال أقول قبل لا أنسى هذول اللي يطلعون يقولون بأنه لا لا احنا ما نريد دولة يهودية ويستندون إلى أنه رئيس الكنيسة هو شاذ جنسيا وهو من حزب الليكود حزب نتنياهو ومو بساي عنده مجموعة داخل الليكود تؤمن بالشذوذ الجنسي وتدعو له ويدافع عنهم نتنياهو فيقول لك الحل الذي يعني بدلا من اختراع شعب ويسمون الشعب اليهودي اللي هذا مو هم بني إسرائيل ترى بالمناسبة أبدا من إسرائيل غير راحوا القرضة وانتهوا لا لا هذول شعب مزيف هذا نقول الكيان اللقير لأنه جاء بهم من دول مختلفة قومياتهم مختلفة شو يصيرون ينصهرون في قومية الدين مو قومية فيقول الحل الوحيد اللي قبت لكم إيران أيضا تؤيد هذا الحل هو طبعا مع الفارق يعني يقوم بعض الفوارق أن تكون هلالك فلسطين الكبرى سماها فلسطين الكبرى وفلسطين فلسطين مو إسرائيل اسمها فلسطين فلسطين الكبرى تضم اليهود والعرب والمسيحيين السكان الأصليين وذول الوافدين الجدد وشفتوا في عملية السابع من أكتوبر الحديث يصير عن مزدوجي جنسيهم وذول اللي كانوا في المكان اللي كانوا في المكان وكلهم عسكريون لهم مباشرة جيش وشفتوا نشر موقع الجيش ما يسمى بجيش الدفاع صور وقوائم وأسماء للقتل من هذا الكيان وكلهم عسكريين كلهم من الجيش ومن الشرطة نشروا قبل أيام صور هؤلاء فهؤلاء مزدوجون جنسية يعني والآن من مناسبة شفت التقرير ذاك اليوم مهم جدا في التلفز العبرية هذا التقرير سميت مجاميع العودة العودة مجاميع العودة مجاميع من اليهود بين قوسيا الإسرائيليين الآن قاعدين رجعون سعونهم تجمعات حتى يشجعون الناس شون يرجعون شون يأمنونهم العودة العودة هو العودة بالعكس قانون سوى اقترح هرتزل مؤسسة الصهيونية اللي هذا يذكر أيضا وغيره من المفكرين والمؤرخين يقولون حتى هرتزل هو دعا إلى وطن لليهود مو وطن يهودي مو دولة يهودية وطن لليهود الذين هم ليسوا قوما واحدا الآن سوى قانون العودة يعني كل يهود يسكن في الخارج ويولد في الخارج هو يحصل على الجنسية الإسرائيل فهو إسرائيلي تمت المصادقة عليه في الكنيسة اللي يرأسه حاليا هذا الشاذ بـ 1950 لا أكم الجميع الآن تعمل على العودة فيريدون يرجعون يرجعون يريدون يبقون هم خلي يبقون ما كون مشكلة يعطوهم جنسية فلسطينية ويبقون بس دولة فلسطينية يحكمها سكانها الأصليون وفيه ضمان حق العودة للفلسطينيين اللاجئين في الخارج كلهم يرجعون إلى بلادهم هذا ليس إبادة شعب مقابل اختراع شعب آخر في مهد الله اشتركوا في القناة